من أحد الأسباب المهمة جداً زي ما أنا لسه إلا جفاف البشرة فعلشان نعالج جفاف البشرة لازم ناخد بالنا أن احنا لازم نشرب مياه كتير كتير جداً دي أول حاجة لازم التغذية السليمة المتمثلة في أن احنا ناخد خضار سلطة طبق السلطة ده مهم جداً لازم لو أنا ماشي على نظام ريجيم أو لو أنا حد مثلاً تعرض عمل عملية زي عمليات التكميم أو عمليات تغيير المصار بيحصل عندهم نقص جامد في الفيتامينات فلازم ده يتعود عن طريق القرص وبيبقى ليهم جرعات محددة لازم تتذبط وتبتدي البشرة تستوعب الدروب أو الصدمة اللي حصلت لها بسبب إلت الأكل تمام؟ يبقى احنا كده قلنا الجفاف وقلنا سوء التغذية سواء عن طريق حد بياكل كتير بس بياكل أكل مش صحي أو حد بعمل عمليات أو تعرض لرجيم قاسي وخلى جسمه أنه هو يتحرم من المعادن ومن الفيتامينات المهمة وطبعاً قلنا شرب الماء فيه برضو حاجة أنا شايفة أم لحظها بلاحظها في العيادة مساحي التجميل أو أدوات التجميل لغير معروفة المصدر ساعات بيلجأوا للأنواع دي وللأسف دي بتئز البشرة برضو السبب تاني أن احنا ممكن حد يستخدم كريمات يعني مثلاً واحدة صاحبتي جابت كريم كويس فأنا فتح معيها فأنا هجربه طب أنا مثلاً يعني أنا اللي جرب ده بشرته حساسة بشرته ممكن تتعرض للتهاب دايماً حاجات التفتيح بيبقى فيها أحماض مش كل البشرة بتنفع أنها تستحمل الأحماض دي طيب يبقى أنا هعمل إيه؟ يبقى أنا لازم أدور على المناسب ليه لبشرتي بأن أنا أعرف نوع بشرتي بأن أنا أعرف درجة الحساسية بتاعت بشرتي كل ده بيحددلي أنا قادر أستخدم إيه بحدده بقى إزاي؟ بحدده مع الدكتور أو المختص دكتور الجلدية تمام؟ دكتور الجلدية بقى جماعة احنا بنعمله معاملة اللي هو احنا بنروح لما يبقى فيه مشكلة جمدة جداً ما بنستنى لحد الآخر يعني نلاقي بنوتة جميلة صغيرة سنها 14-15 سنة ابتدت فترة البلوغ حصل تغيرات في الهرمونات ابتدت لها عندها مثلاً حب شباب تجرب الكريم ده تحط الليسيون ده وتلعب في الحبوب وجلنا بقى بعدها مثلاً بثلاث سنين أو بسنتين بوزت وشع بسبب استعمالات الغلط والتجارب وبسبب ان هي بتلعب في الحبوب ودي نصيحة مهمة جداً لأي حد بيعاني من موضوع الحبوب بلاش نلعب في الحبوب لان انت بتخلي القثر يبقى موجود فترة اطول برضو من الاسباب المهمة جداً الهرمونات الستات بتتعرض لتغيرات في الهرمونات بصفة مستمرة يعني مثلاً فترة الحمل دي بيبقى فيها تغيرات للهرمونات قوية جداً بنلاقي بيبتدي يظهر كلف الحمل ده بيبقى لحد ما وفي معظم الأوقات بيبقى مؤقت بس في معناس لما بتهمله زيادة عن اللزوم بيفضل موجود طيب يبقى الهرمونات لها دور مهم جداً وزي الكلف بتاع الحمل اللي بيطلع في الوجهة أو الرقبة أو في المناطق الحساسة في الجسم برضو عندنا حبوب منع الحمل لازم ألاحظ لو أنا مثلاً ماشي على وسيلة حبوب منع الحمل ولقيت إن أنا فيه عندي تغيرات في اللون ودرجة بتاعة البشرة يبقى أنا محتاجة إن أنا أدور على وسيلة تانية لو أنا موضوع اللون ده مدايقني تغير لون البشرة مدايقني طبعاً المتقالي هو بيدايق كل الستات ده مش معناه إن حد البشرة فتحة كويسة أو البشرة صامرة كويسة المهم البشرة صحية البشرة بتتنفس البشرة ما فيها الشحوب وأسباب الشحوب بتبقى إن إحنا برضو بنشرابشه مية وزي ما قلنا عدم التغذية السليمة والأنيميا لو إحنا مثلاً مش متابعين حركة الحديد في الجسم ساعات ده بيعمل نوع من أنواع الشحوب كل الأسباب دي إحنا لما بنعرف إيه الأسباب أو إيه السبب الرئيسي ده بيساعدنا بعد كده في العلاج وبعدين مثلاً حاجة زي الهالات ممكن فقر الدم أو الأنيميا بيسبب ساعة هالات ويبقى العلاج أصلاً في إن إحنا بس نزبط المقدار بتاع الحديد أو نسبة الحديد في الدم وبنلاقي بعدها إن الهالات اتحسنت بصورة كويسة جداً من غير كريمات ومن غير حقن ومن غير دوشة كتير بتسببها العلاج ترجمة نانسي قنقر